بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الغباء ظاهرة ملهاش حل ملهاش حل هل المصاب بالغباء ده في مركز في المخ عطلان العلم لم يتوصل لهذا هل هو خلقي هل هو وراثي لكن هو ظاهرة في واحد اتنين يخش المدرسة واحد زكي جدا ويطلع الأول والتاني مش قادر يكمل في المدرسة فالغباء عندنا ده ظاهرة العلم لم يتوصل له أبسط حاجة أبسط حاجة مين أغبى واحد في الدنيا مش هتصدقه أبو لهب أبو لهب كان ممكن يكذب الإسلام يكذب الإسلام نزلت آية تبت يد أبي لهب سيصلى نارا دهت لهب كان يسلم كان يسلم انتهت المشكلة شوفي الآية تبقى غلط لأن المسلم مش هيخش جهنم سيصلى نارا دهت فضل على كفره إلى أن توفى أظن مفيش غباء أكتر من كده أما تنزله آية طب يلا كذب الآية بقى خليك ناصح كذب الآية ربنا أصابه بغباء عشان يفضل في جهنم نفس المناقشة دي بنقشها مع شبابنا دلوقتي شبابنا دلوقتي مش عايزوا يفكر بهذه الطريقة أنا بقابل ناس كتير في كل الطب وولاد متفوقين وقمة الزكاء لكن بيبص الغيره يقول لي ده لاعب الكرة أغنى مني يقول له أنت مالك أنت مالك ده الفنان بيكسب أكتر مني يقول له أنت مالك وأقول له دايما كلمة أن في حاجة سعر وقيمة البرتقان له سعر كيلو البرتقان بخمسة جنيب سبعة جنيب عشرة جنيه ده سعر لكن تمثار رمسيس مالوش سعر تمثار رمسيس له قيمة أقول له يا ابني انت ليه قيمة مالكش سعر